موسيقى 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 مشهور تانية نتكلم على ازاي ندير اختلافات المدينة ونبحث على التكامل بنا وليس التناثر وده يتحارب خترة التطرر والعرض وازاي نحن ندمج اختلافات من الممكن في النهاية تدي تؤدي الى التكامل بعد المشروعات التانية بابت ركزت على اشياء في المجتمع من الوقت نحن عدة الوراء ومثلت منها نمازج تشغل الشباب وقدمونا نمازج كويسة جدا نجاحة للشباب جيدة لكلها اوصل نفسية مجال للعمل وليفعلوا نفسهم على صفة العمل بكلها قضايا مرتبطة بالشباب مرتبطة بالمجتمع مرتبطة بالمشكلات الحالية نحن نعاني منها ومرتبطة كمان بالتوعيد الطلاب لمواجهة هذه المشكلات والأقلاء ومشروعات قومية مهمة مثل مشروع السابة السماكية ويعني هذا المشروع ازا نعرف من المشروعات القومية التي عرضوها الطلاب ايضا كان فيه مشروعات بتتسلم عنها بيستعملون مجرية الرابعة ويستعملات توعية لازاي تخدمية الهدام أحيانة لخدمة بعض الأهداف اللي هي طبعا نتصدى لها وايضا ازاي استخدام بعض المواقع التواصل بشكل غير سليم ازاي الطالب يعني يكون عند وعد بأهمية التعامل الايجابي والجاهد ويكون مالخباب يعني هزي الهدام بيتعبر عن وعد بتوعية للشباب ايضا بعض المشروعات كانت بتتكلم على قضية الهوية المصرية وقضية الانتماج للوطن خصوصا ان تم وعجيتها بشكل يعني متميز من خلال مشروع حصل على المركز الاول اسمه امر عن صابر ده بتكلم عن معانات الشباب وعن بعض الاحداثات اللي يعانيونها حسن على مركز الاول السنادي خلاص بالفعل؟ بالفعل حسن السنادي على المركز الاول ده حصل على المركز الاول لانه بيتكلم عن ازاي من تامل الوظر ازاي الشباب يفقوه تدي الامن وان هما ما استثلوش لأي تحديات او المشكلات اللي توليهم ان هما لازم يتخطوا هذه العقبات وننمي بيهم روح الانتماء للموطن وده شكل جامع للموطن نحن نهارده بمحتافة بمشروعات تخرب طلاب كليه في الاعلام في الدكتة السنادي انتبت مجموعة متميزة جيدة المشروعات والحقيقة انه الموطن الاساسية في المشروعات التخرب لطلاب كليه في الاعلام انها مشروعات مرتبطة ارتباط كبير جدا بقضايا معصر مرتبطة باستيجات المجتمع وبتعطب عن فكر واعي ومتميز من الطلاب وده انه ظهر في العشر مشروعات طلاب كليه في الاعلام خمس مشروعات وخمس رجل والحقيقة انه كمان هذه المشروعات بتتميز ان طالب الطالب هو ان يقوم بإنتاج كل المراحم المختلفة لاعداد مشروع التخرب بان انه تبع الفكرة والمعالجة والتصهير وكل العراصة الالتقانية احنا حرسين في كلية الالتقانية وماذا نستخدم انكانيات الكلية والتجيزات الموجودة طالب يستخدم هذه التجيزات الالتقانية وعليها طوال العلم الدراسي لقدرد ان هو ينتج بنفسه افكاره هو اللي يصوره من خلال مجموعة من المشرفين من داخل الكلية وليستعلم القبراء من مناقشة الافكار واعتقدة خبرة في العملية وده اللي ظهرت هذا العلم الحديث انه كمان طالب هو ينقش افكار ان يكون في مجموعة من القبراء بجانب المشرفين ينقشوا في هذه الافكار الجدوية في ارتباطها بشيجة المقتم